تفضل اتجاوزوش مثلا ولو تزوجه و ايه برضو ولو تزوجه قس لما تزوج ليلة طلق بعد كل الحب ده والشهتفة دي والقصائد اللي هو اعمالها اتجاوز ليلة وطلق عملنا بحث عن الحبيبة بتوع الجامعة من الف وتسعمائة وتمانين ل الف وتسعمائة ستة وتمانين الولاد حبوا بعض في الجامعة وبعد ينتجوزوا فالحب يا ابني ما فيهش حاجة اسمها حلال ولا حرام ده الحب ده شعور قلبي لا تملكه اما حكاية انه يتجوزوا ولا ما يتجوزوش دي قضية تانية خالص لكن وهم على هذا الحال من الحب المطلوب حاجة واحدة وهو العفاف طيب لقينا تمانين في المية من اللي اتجوزوا عن حب في الجامعة اتطلقوا تمانين في المية وعشرين كملوا وبدأنا نبحث ايه اسباب اتطلاق دول كانوا يحب بعض ومتجوزين بعض عن حب وليس عن يقولك ايه صالونات جواز صالونات لقينا السبب الاساسي لهذا الطلاق انه كل واحد فيهم مش عارف يعني ايه حب يعني ايه الحب اعطاء الحب ليس من قلبي فقط شهوة ده الحب انك تدي تدي من وقتك وتدي من جهدك وتدي من غير مقابل المثال الاتم للحب اذا حبيته تشوفوه في الدنيا هو حب الام لولادها حب بلا شروط ولا مقابل ولا اي حاج نما الـ 80% دول كل واحد وهو بيحب وبيدي بيطلب المقابل فين المقابل هتديني ايه انت ما عططنش ليه ده انا ضحيت بحياتي عشانك ده انا وفقت عليك واهلي ما كانوش موافقين ده انت لحم اكتفك من خيرنا والتاني يعيني كذلك نفس الحكاية هتدوني ايه فيحمل كل طرف منهما الطرف الاخر ما لا يطيق فتنتهي الحياة 80% من اللي اتجوزوا عن حب ما نتاكش هذا يعني الاستقرار وكذا الى اخر هل يا ترى اللي انت سمعته دلوقتي اجاب عن سؤالك ولا لسه انت عندك سؤال او السؤال لم يستوفاه اه لا حد كبير تمام بس انا كان عندي بس السؤال الاخير اتفضل حضاك الوقت انت بتكلم عن الشروط بتاعت العفاف او ايه مفهوم العفاف السر والعلنية ان حضاك قلت مثلا لو اهله مثلا واهلاها عارفين اه فده يعني كده تمام ده كده في علنية ده جزء من اللي احنا قلناه ايوه ده جزء من الشروط فيه عناصر للعفاف اولها عدم السرية وثانيها عدم ارتكاب الحرام وثالثة وهكذا بالنسبة للموضوع السرية والعالم ده مش قد يكون مثلا الولد اهل واهلاها مثلا هم نفسهم عندهم اختلاط اصلا في الامور فرضاهم باشياء قد تكون هي اصلا شرعا غلط زي ايه كده زي مثلا حضرتك لم هو المسأل العمر داره مثلا بحبك وحشتيني والدها لو عارف خلاص تمام ما فيش مشكلة طب مش دوت مفروض يعني على حد علمي مفروض ان هو والدها ففي نوع من انوع الغيرة مثلا او حاجة زي كده ان هو مفروض حاجة زي كده هو يرفضها فمعنا قد يكون هو المجتمع نفسه يعني انت عايز يرفض علشان يبقى كويس لا مش يرفض عشان هو كويس انا عايز اعرف يعني الاسلام بيقول ايه في الحتة الاسلام بيقول انه يمكن للرجل ان يحب المرأة وحبه للمرأة لا يلزم منه الزواج ممكن ان انا حب لكن ما اتجوز يحصل ظروف وهذا عدم الزواج لا يدعون الى كسر العفاف وفعل الحراب اما ما هو موجود في القلب من حب طب اعمل في ايه ربنا سبحانه وتعالى لا هيحسب ني على الحب ولا على الكره كمان مش هيحسب ني على الغيز والقاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين مش هيحسب ني على ما اجده في قلبي من حزن لكن هيحسب ني على التصرفات التي سوف تكون خارج قلبي وحين اذن لابد ان هذا الحب لا يدفعني الى فعل الحرام الحرام معروف الخلوة حرام الشهوة خارج نطاق العقد الشرعي حرام وهكذا فحضرتك احنا مقيدين بافعل ولا تفعل لكن انت بتتخيل كده انه هو الاب مدام بيقول وعارف انه فيه صداقة موجودة والصداقة دي فيها حب حتى كمان يبقى انه هو غلطان مين اللي قال الكلام ده ما حاجش قال الكلام ده لا في الاقدمين ولا في المحدثين موسيقى